التظلم في نتيجة الشهادة الاعدادية للعام 2021 او اه ما فيه شروط للتظلم اولا التوجه للكنترول التابع له مدرسة الطالب اه 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 بعد كده بيحصل على طلب لتسجيل التظلم متاع الطالب. مثلا فيه طلب بيملى الطالب تالت حاجة بيملى الطلب دوت بيكتب بيانات ورقم جلوس وكده اه اه تالت حاجة ان هو كمان بيدفع قيمة التظلم لكل مادة 20 جنيه للمادة الوحدة وبيدفع حسب الجدول المعلن لكل ادارة تعليمية وفيه يوم محدد لكل ادارة تعليمية. خمس حاجة بيتم تحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الاجابة. فسادسا يوم الاطلاع بيأتي الطالب وولي الامر فقط ومعه صورة البطاعة الشخصية لولي الامر ومكتوب عليها رقم الجلوس الطالب ولا يسمح بدخول احد اخر نهائيا يعني ما يجيبش معها اي حد تاني ولا مدرس ولا اي حد تاني. النقطة اللي بعدها انه بيستلم الطالب تقرير كتابة الملاحظات اللي وجدها في التصحيح. طبعا هم بيدولوا صورة من الامتحان اللي امتحنا من ورقة الاجابة. تمام كده? وبيكتب الطالب التقرير عن السؤال اللي هو مراد اعرض تصحيحه. تمام كده? او الاسئلة. تمام? او تجميع الورقة في غلطة في الجامعة مثلا. تمام كده? اه ومن اهم خطوات التظلم في نتيجة الشهر العبدية عشرين واحد وعشرين ان يقوم الطالب بتسليم التقرير ووصول ورقة الاجابة الى مندوب الكنترول والمغادرة فورا. يتم بتجميع كل التظلمات والتقرير وتسليمها الى موجه عام المادة لعرض التقييم ومراجعة الورقة وعرض تصحيحها مرة اخرى كاملة. يتم ارسال نتيجة التظلمات بعد خمستاشر يوم من انتهاء اخر موعد للتظلمات. يعني بعد اخر موعد للتظلمات بيتم ارسال نتيجة بعد خمستاشر يوم. ويمكن اطلاق على نتيجة في الادارة التابعة لها. الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بانصال السداد مع من التوجيه المال بالمدرية. يتم التعديل فيه قاعدة بيانات على الجهاز للطالب الذي تم تعديل درجاتهم. لا يسمح بدخول الموبايلات اثناء التظلم ابدا. ولا يسمح سوى بدخول الطالب والطالب. والكنترول ليس له علاقة بالترصيح نهائيا او لجاء او لجانة التظلمات الكنترول فقط اهلا. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب اعمل شير للفيديو ولايك. شكرا.